هيلاري كلينتون اللي استمعنا إليه منذ قليل تتحدث عن إنه الجيش المصري هو الذي يدبر 36 لا الجيش المصري هو الذي انحاز للإرادة الشعبية بعد 36 هذا هو التعبير الصحية إنما 36 الأحمق أو الجاهل أو اللي ما بيشوفش هو اللي يقول إنه الجيش خطط لها لأنه مقدمات الثورة كانت أمام الجميع مقدمات الثورة الشعبية كانت أمام الأعين وأمام الجميع وغضب الناس كان ينتقل من مكان إلى مكان بالإضافة إلى أنه كان محددا الموعد بشكل شعبي بل أنه الجيش حاول أن يتفادى ذلك ونصح الرئيس المعزول محمد مرسي أكثر من نصيحة لكن حماقة الإخوان وإرهابهم واستعلقهم على المجتمع هو الذي دفع بهم إلى هذا المصير وبالتالي هيلاري كلينتون يبدو أنها تتحدث بموجة الحصرة الشديدة على أنه صفقتهم مع جماعة الإخوان ضاعت وانتهت هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكو أضايا كثيرة ومختلفة وزي ما قلت لكم أنه بالتأكيد متبعة مباريات كأس العالم ليست عيبا وليست حراما كما قال أو كما أفتى الشيخ ياسر برهامي لأنه تعمق الانتماء تعمق الولاء بالإضافة إلى أنها أصبحت صناعة حتى تؤدي إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والمكاسب كمان المتعلقة بأنه يبقى عندك مجتمع حيوي بالإضافة فوق ده كله تعمق الولاء والانتماء هنكمل معاكو بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر